يعد مشروع توشكا المشروع الأهم ضمن مشروعات مصر الزراعية القومية بما يضيفه للاقتصاد من منتجات زراعية واستراتيجية وازداد حجم الاستصلاح بمشروع توشكا بمعدل 150 ألف فدان حيث يستهدف الوصول لأربعة ملايين فدان توفر العديد من المحاصيل الزراعية ها هو يحصد ثمار تعبه خمس سنوات مرت كان فيهم ناصر صاحب الواحد والثلاثين عاما شاهدا على تحول هذه الأرض من صحراء جرداء إلى مشروع هو الأهم ضمن مشروعات الدولة الزراعية القومية عشت يعني خدت لتاعة 8 سنين في مصر شغال وكده بجيت أروح وأجي بس الشغلان هذه جاتني في 2019 ونزلت فيها والحياة يعني بيجت تمشي معنا تمام زي ما كانت الأرض صعبة كانت الحياة صعبة وكلما الأرض بتبقى فيها خير تبقى الحياة أسهل وشوية والدنيا بتبقى معنا تمام الفرق بين دلوقتي وبين أول زيارة لسيادة الرئيس هنا كانت النخلة دي عبارة عن ثلاث وراجات من دولة شوف الفرق يعني كانت ثلاث وراجات من دولة دلوقتي ما شاء الله النخلة دي أول أو تاني تاني طرح لي فقد أصبح مشروع تشكا بالنسبة لناصر وزملائه مصدر أمن غذائي وفرصة عمل لا تأخذهم بعيدا عن أحضان أهلهم وبلدهم شغالين بنجمع البلح وبنفرز فرز أول بعد كده البلح ده بيخش على فرز تاني بقى في المخازن أنا ببلدي شغال الأول كنت بسافر 17 ساعة و20 ساعة لكن هنا بلدي دي أربع ساعات بكون هنا وفي شغلي ما توقعناش النتيجة جيب الانتاج دي كله دي كل النخل والطرح جانا بدري والتلقاح بدري والموسم ما شاء الله يعني والأرض دي أرض خير والحمد لله مشروع تشكا عاد إلى النور بما يقرب من خمسمائة ألف فدان من المنتجات الزراعية مثل التمور المصرية والعربية التي يصل عدد أصنافها إلى أربعين صنفا مختلف بالإضافة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح وقصب السكر فضلا عن عدد كبير من الفواكه والموالح والبطيخ والعنب والليمون والمانجو المستورد كالشيري والأستن والكنت الأصناف دي بتمتاز أن هي عندنا في أرض توشكا بتيجي في ميعاد مبكر فمنسبة لنا التسويق بتاعها بيكون أحسن إن شاء الله يتعالى متوقعين أن احنا في السنين اللي جاية هنزيد من المساحة المزروعة دي سواء في النخل أو دخل الصوب الانتاج المتوقعة للفدان الواحد ما بتقلش عن 6 إلى 8 طن بمواصفات صمرة ممتازة للتصدير أو للتسويق المحل ليه خمس ثيني نفن بشغال هنا فاللمون دي شغال هنا فيه اللي هو لبون دي بغنية أنا لبون دي بغنية اللمون اللي هو أعمل شجر على الشجر في الأرض وبحطه بلانيك وبهودي جوه على المفرش وبأكد بيع لبون مجفاف ولا يكتمل العمل بدون رقابة صحية زراعية بالإضافة لاستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والرقمية للرعاية للخروج بأفضل النتائج ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد يكون أحد الباحثين بزيارة ميدانية كل شهر للتعرف على حالة المزرعة وإعطاء التوصيات اللازمة كل حسب تخصصه تحت توجهات السيد الرئيسي نحن نحول كل المنظومات الورقية لمنظومات إلكترونية التحول رقمي أنا كل اللي كنت بسجله زمان في دفاتر دفتر يضيع يتقطع يحصل يقع علموية أي حاجة نحن دلوقتي نحن في مزرعة ممكن الورق تضيع تتقطع إنما دلوقتي كل البيانات اللي أنا محتاجها موجودة معايا هنا على الابليكيشن بتاع المزرعة أنا دلوقتي أي عملية تمت طبعاً بدأت سجلها على السيستيم طبعاً كله بيتعرف هنا على الQR كود اللي أنا معايا الQR كود زي الري تسميد رش لقدر الله حصل أي أمراض ولم يكن مشروع تشكى ليقوم من جديد لو لا سواعد مصريين عزموا على شق الصخر وحفر الأرض ليخرج لنا من وسط الصحراء شريان جديد للحياة مياه تجري وتسير داخل ترع جديدة مبطنة بفعل محطات للكهرباء والمياه وطلمباط للرفع والضخ هذا المشروع هو المرحلة الثالثة من مشروع تنمية جنوب الوادي احنا دي المرحلة الثالثة بتهدف الاستصلاح 100 ألف فدان احنا قائمين بأعمال البنية التحتية وتوصيل المية لهذه 100 ألف فدان دي تالت مرحلة فيها قمنا بكده بتسليم 200 ألف فدان سنة اللي فاتت سنة لقبلها وهم مزرعين فعلاً وأصعب مشكلة بتقابلنا هنا هي التحديات اللوجستية كنقل وخمات فاحنا الحمد لله قدرنا نتغلب على الموضوع ده بان احنا ننشئ محطات خرصانة موجودة في الموقع ومصنع طوب المصنع اللي بيصنع موسير موجود في الموقع وطبعاً برضو بالنسبة للعمالة او المنبور اللي موجود في الموقع المنطقة طبعاً منطقة نائية وما فيش فاجتدينا كتوجه شركة ان احنا نجيب عمالة من السعيد او من اسوان مدينة بوسينبل المناطق المجاورة للمشروع وتأتي مشروعات التنمية الزراعية في اطار استراتيجية الدولة للتوسع الافقي وازدادت نسبة الاصلاح بمشروع تشكا بمعدل مائة وخمسين الف فدان سنوياً حيث تستهدف الوصول لاربعة ملايين فدان من المحاصيل الزراعية والاساسية من الحبوب كالقمح والذرة وزيادة حجم الرقعة المزروعة الى خمسة وعشرين بالمئة على مستوى الجمهورية بما يترتب عليها من اثار اقتصادية وديمغرافية واكتماعية مجهودات احياء مشروع تشكا عن طريق الاهتمام بالبنية التحتية وتطويرها يعد واحداً من المشروعات الهامة في استصلاح الاراضي الصحراوية وزراعاتها والذي يأتي ضمن خطة الدولة لسد الاحتياجات وتوفير الاستيراد وفتح افاق تصديرية جديدة كريم بيبرس التلفزيون المصري